بالنسبة للتابلو، التابلو نمشي الانسرسيون في الانسرسيون نلقى التابلو نحط التابلو مثلا هو خمسة على ثلاث جيت نشوف في التمرين نلقى مثلا ثنين على ثلاثة زوز كولونات على ثلاثة فما زيت كولون هيدا زيت نجي لي ونعمل له السيبريسيون واضحة نمشي لسيبريمي ليسي لي بار اكزامبل نقول له السيبريمي لكولون انتير بشي نحي الكولون كامر فما زوزة دو مزايدين مثلا نجي نعمل السيبريمي كيف كيف نجم نلقى حتى لنا السيبريمي ولا كما نلقى ننزلو بالليمين نقول له السيبريمي لسيلي دونك سيبريمي لليني انتير أوك قطلواني الزوزة دو موقع سيلكسيوني دونك ينحي عمر بالنسبة للتابلو أول شيء يقول لنا اعملوا لي معناها تكتب الكتيبة وكل شيء في يسطو وبعدها تتلونه واضحة لذلك التلوين الشي اللون الفقاني بار اكزامبل نمشي لهذه ونقول له لونونا بالأسف مثلا باش اللونه مع بعضه نحطه من الزوز لونو بالأسف كيف كيف هذي مثلا بالغريمي نمشي لنا نقول له عملونا بالغريمي نحب نزيد غلطة ثانية نحب نزيد معناها ليني آخر سهلا نمشي له ونقول له شنوش نزيده بالضبط قال له كان سيري كولونا غوش لا يعني نحب ليني او ديسو تسوي ولا ديسو نقول او ديسو بمعناها تحت نزيده استر آخر واضح هاو كزاد نستر كنحب نزيد استر آخر كيف كيف نعمل له ان سيري او ديسو مرة اخرى هاو كزاد نستر آخر باقي تصير فما انه معناه يقول لك مثلا هذا مزوز لسا اقوم في بعضها معناه نحيو الخطة اذا ما معناه نزيده معناه فيزيوني نجي للسولي اللي نحب نعمله فيزيوني مثلا هذا مزوز وننزل كمان هيك ونقول له اعمل لي فيزيوني هاو كوالات لاصق على بعض مثلا كاش نكتب تاكس لنا نجي نحطه في الوسط يوالي في الوسط بالنسبة للطابلوس على سيقلك معناه عمله لي مش خط معناه متواصل عمله خط متقطع ثم سهلة مثلا هذوم السللات هذومة نجي لانه نقاش خط متقطع عمل قناش ثم نعبط البردير اتراع ونقول له عمله لي خط متقطع هاو كوالله كلهم خط متقطع ثم ننزل اوكي هاك اولله كلهم خط متقطع يجيك في الدبار معناه مكتوب وكل شيء ما غير الخطوط مثلا كي من هكا سالسا يجينا بوردير يعملهم هكا ويحطهم معناه يخليه فارغ ما غير حتى خط وضعها من نحيهم الكل حتى البوينت هي نحيهم دونك وانتي يقول لك عملهم لي بالخطوط ولا حاجة ثم سهلة تبجي لنا ونقول له عملهم نتولي بوردير وضع هاوكا حاطهم تولي بوردير حاطهم متقطع نحبه خط متواصل كيف نمجي بوردير ونقول له خط متواصل هاوكا ولا خط متواصل دونك تعلمنا سيبريمي دونك سيبريمي دونك سيبريمي هاوكا كولون ولا ليني ولا حتى سلي فما زاد الفيزيوني الزوز هاوكا نحب لاصلقهم لبعاده نعملهم فيزيوني وقالا نحب نعود نرجعهم كيفاش نعود نرجعهم دونك فراكسيوني مثلا نش نرجع الزوز وقالا نحب زيد نقص ما هو بيدهم نحب نرده بو تلافع سليله دونك فراكسيوني ونقول له تربع سليه هذا بالنسبة للطابلو بالنسبة حاجة اخرى للطابلو صحيح يبدأ واسع دونك تبدأ الكتيبة ميش في الوسط دونك نلاحظوا لنا الكتيبة معناها الفوق برشا دونك نجمو احنا نردها في الوسط دونك ننزل على السليله دي وإلا على الطابلو كل ونقول له حطوه مكولكه سنتري نحب نفرقوه على الورقة الكل تابلو يقول له يقول له معناه هو الكتيبة الفيوسط ويتقلب على الكتيبة الفيوسط كالكتيبة برشا يقول له يتوسعه واضح هذا بالنسبة للطابلو فهما نوع اخر زاده من الطابلو وليوم حاضرين لذلك نعمل طابلو مغير حتى من اللونه لذلك نجمو نعمله نفسه نعمل طابلو مثلا اخر جديد نجي لنا في الكرياسيون نعمل طابلو أنت من البعض يتحل الوعد كتبدا نزل انتي خارج الطابلو ما تطلعش المينيه لذلك نجمو تختار لنه انواع بتطابلوات واش هو نوع نجم تبدل فيه مخاطط باللبي نجمو بدله اسود مخاطط ننزل كيف كيف لنا ننزل نبقا عزاده في البردير لنه نجمو نحط له كما موجودة في فرسيون الواحد كيف كيف نجم نبقع حتى لنا وضعته لبوردير نجم نبدله حتى نوع الخط كالعادة كل شيء الحاجة اللي باية فيه الطابلوه ده انه كل ما تزيد مثلا شنزيد تحت ليني اخر دونك شنزيد ليني ودسو وهكاللاحظ انه الالوان تقدمه هي بيت كيف كيف زاد كان نحب نبدله لونه ازرق ولا برتقالي ولا اللي هو نجم نبدله هو قديمة اا الترناتيف معناه كل مرة يتبدل اللون هذا بالنسبة للطابلو